اشتركوا في القناة في أمور سبعة أيام من حضانة الأنثى للبيض نقوم بهذه الفترة للفحص خصوبة البيض وذلك بتعريضه فقط للهاتف أو ضوء بسيط وقوي حتى يمكن أن يتخلى للبيض حتى نستطيع تحديد خصوبة البيض أو عدم خصوبته الطريقة سهلة وهي القيام بحمل البيض بخفة حتى لا يتكسر البيض وأيضا بهدوء حتى لا تختلط مكوناته البيض الملقح كما تشاهدونه فهو سهل تحديده فيمكن رؤية العروق الدموية وحمرار البيضة عند تعريضها للضوء أما البيض الغير الملقح أو الذي به جنين ميت فستكون بيض صفراء أو عند موت الجنين تصبح البيضة صفراء وبها سوداد في مركز البيضة أما في هذه البيضة كما تشاهدون فهو ملقحة البيض الملقح يكون بلون أحمر به عروق دموية ويمكن أيضا أن تشاهدوا تحرك الجنين داخل البيضة يجب أن تكون هذه الطريقة سريعة جدا لحيث لا تستعدى دقيقة ثم تعيد العش للأنثى حتى تعود مرة أخرى لحضانة البيض لتجنب برودة البيض بيديك أو سخونته بضوء الهاتف ترجمة نانسي قنقر